تنظيم جديد منبثق من تنظيم القاعدة في العراق الذي أسسه بمصعد الزرقاء سنة 2004 ثم استقل تنظيم لاعج عن تنظيم القاعدة سنة 2014 يعني فترة وجهزة جداً حينما سمت تنظيم أبا بكر البغدادين خليفة للمسلمين وأرجو أن تنور في هذه العبارة التي وصف بها تنظيم القاعدة تنظيم لاعش حين قال تنظيم داعش تنظيم رحفي سني السمعة تنظيم القاعدة في العراق يصف تنظيم داعش قعد استقلاله عنه بأنه تنظيم وحشي سني السمعة ولا قل وأي وحشية أبشع من جز اللقاء وذلك الأعناق وحرق الأحياء وحرق الأحياء وهم أحياء كما فعل مع معدل كساس مصارق الضدي بأي دين بأي دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فأصول هذا التنظيم أقولها لله أيضاً وقلت عن في لقاءات على قناة الرحمة قلت أصول هذا التنظيم إنما هي امتداد علمي وعملي لفكر الخوارج وفي 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 وفي